استقرار العوام الجوية كان على معظم المناطق الليبية وخاصة المدن الشمالية امتداد مرتفع جوي أمن أجواء مستقرة وكانت درجات الحرارة معتدلة خاصة على السواحر رطوبة عالية بعض الشيء وخاصة أيضا على الساحل الغربي فيما كانت المنطقة الجنوبية الشرقية شاهدة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الكفر السير تزربو نتيجة لتكون أو وجود منخفة صحراوي على هذه المنطقة أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوزت 43 درجة في الكفرة والمناطق المجاورة لها هذا المنخفة سيتحرك تدريجيا ناحية الجنوب سيترك مناطق الجنوب الشرقي ستتحسن وضعية تدريجيا خلال اليومين القادمين مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة بينما بقيت مناطق غدامس أيضا شاهدات انخفاض طفيف في درجات الحرارة بعد أن كانت تقارب 50 درجة الآن في بداية الأربعينيات وتستمر هذه الوضعية في درجات الحرارة خلال يومين قادمين بإذن الله كذلك هو الحال على مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي درجات الحرارة أكثر استقرارا وأكثر اعتدالا مع رطوبة نسبية عالية بعض الشيء على السواحل الغربية مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهواء الساخن والبارد والتي سنلاحظ ومن خلالها أن الأجواء تكاد تكون درجات الحرارة أو الهواء البارد على مناطق أو المعتدل إنجاز التعبير في درجات الحرارة يكاد يكون متمركز على الشمال أو جنوب أوروبا بعض من هذا الهواء يتدفق ناحية الشمال لكن الهواء الساخن موجود على جنوب شرق مناطق ليبيا الكفرة تزرب وسرير وهذه الكتلة الساخنة تتحرك تدريجيا ناحية الجنوب بإذن الله باقي المناطق أيضا تشهد أو لا تغير يذكر في درجات الحرارة على الجنوب الغربي والمناطق الوسطى من ليبيا النشر الخاصة بالصيد البحري مع الاستقرار على اليابسة بإذن الله سيكون واضح الاستقرار على البحر سواء كان الساحل الغربي أو الساحل الشرقي يشهد استقرار وهدوء للأمواج بشكل واضح خلال هذه الليلة خلال يوم الغد إن شاء الله الموج لا يتجاوز الـ 75 سانتي على كل السواحل الليبي أو من ربع متر إلى 75 سانتي هذا على أقصى تقدير إذن البحر مهيئ للسباحة خلال يوم الغد كما هو مهيئ للصيادين للدخول للبحر درجة حارة البحر دافئة تصل إلى 27 درجة مئوية أو من 25 إلى 27 درجة مئوية الرؤية جيدة للإخوة البحارة خلال الصباح قد تظهر بعض الضباب الخفيف أو شبورة مئية خفيفة سرعا ما تتلاشى على مناطق الساحلية من الساحل الشرقي هذا وبإذن الله تعالى إذن كل العوامل الجوية مستقرة على مناطق ليبيا لا تغير كبير يذكر في درجات الحرارة خلال يوم الغد ستتراوح الحرارة على المدن الممتدة مراسج دير حتى سرت ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية هذا على الساحل أما على الدواخل فتتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة سواء كان في الجبل الغربي أو في جبل نفوسة أو المناطق المجاورة لها وسهل جفارة وبعض من المناطق الحمدة ننتقل ونلقي ندرة على جوء الجنوب الغربي في كل من سبها كذلك وباري وصولا إلى مرزق والقطرون ومورورا بيغات والتي تشهد درجات حرارة مستقرة تتراوح من 38 إلى 41 درجة مئوية على هذه المنطقة الجنوب الشرقي في كل من تزربو كفرس سرير كذلك في وصولا إلى شمال هذه المناطق في جالو أوجل مرادة وكذلك في الجغبوب درجات الحارة ستكون ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية تشهد المنطقة الشمالية الشرقية اعتدالا ودرجات الحرارة لا تتعدى 30 على مدن الجبل الأخضر وتتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة أو ما بين 29 إلى 33 درجة على مدن الساحل ساحل بغازي ساحل إجدابية إذن درجات الحرارة معتدلة مع رطوبة عالية على كل السواحل الليبية غربها وشرقها ننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون وبإن الله تعالى من الغرب الليبي نتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة في صبراتة تحديدا إذن نتوقع أن تصل إلى 30 درجة مئوية خلال يوم غد و21 درجة أدنى ستكون سرعة رياح من 15 إلى 20 عقدة عيلة تزيد عن 40 كم في الساعة تجاه الريح سيكون شمالي شرقي إلى شمالي غربي وأكثر أحيانا يكون شمالي شرقي حالة السماء صافية قد تظهر بعض الصحب من حين إلى آخر